بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبينا وأشرف المنسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ياربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يواسع الكرمي بعض الناس يزعموا أن هناك تناقض في القرآن الكريم ويأتي بنموزج لآيات تتكلم عن التقوى ويقول أن هناك تعارض بين هذه الآيات يقول هناك آية تقول في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وآية أخرى تقول فاتقوا الله ما استطعتم هناك تضارب بين هذه الآيات آية تقول اتقوا الله حق تقاته وآية أخرى تقول اتقوا الله ما استطعتم ثم بعد ذلك يطعنوا في القرآن الكريم لرد على هؤلاء نقول إننا عندما ننظر إلى الكتاب الله سبحانه وتعالى يجب أن ننظر نظرة العلماء ولسنا بمن يريد أن ينقض في هذا القرآن الكريم للرد على هؤلاء نقول أن هناك وجهان للرد الوجه الأول أن الآية الثانية ناسخة للآية الأولى فاتقوا الله ما استطعتم ناسخة للآية الأولى ونأتي إلى الآية الأولى الآية الأولى نزلت يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله حق تقاته بدأ الصحابة يقولون يا رسول الله ما تأويلها قال تقوى الله أن يطاع فلا يعصى وأن يذكر فلا ينسى وأن يشكر فلا يكفر فثقلت على أصحاب سيدنا رسول الله فنزلت الآية التي تليها وجاهدوا في الله حق جهاده فكان الأمر شاق على الصحابة إلى أن نزل قول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم فكانت هذه الآية الثانية ناسخة للآية الأولى التي كانت ثقيلة في تطبيقها وفي أحكامها على أصحاب سيدنا رسول الله وذلك أمر حميد ومحمود أن القرآن الكريم يراعي طاقة الإنسان ويراعي ظروف الإنسان الواجه الثاني لرد على هؤلاء نقول لهم ليس هناك تعارض إن الآية الثانية فاتقوا الله ما استطعتم هي مبينة للآية الأولى الآية الأولى فيها أمر عام بالتقوى ولكن الإنسان ربما لا يكون ده قدرة على الصيام أو على الصلاة واقفا فيأت القرآن الكريم ليقول فاتقوا الله ما استطعتم يعني اتقوا الله سبحانه وتعالى بقدر الاستطاعة وهذا يؤيده قول الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وكأن الله يقول اتقوا الله بقدر طاقتكم من لم يستطع أن يصلي واقفا يصلي جالسا من لم يستطع أن يصوم رمضان لمرض أو لعزر فعدة من أيام أخر أو فدية من صيام أو صدقة هكذا يا عباد الله هذه الآيات تبين لنا أن هناك لا يريد تعارض بين الآيات ولا تضارف في الآيات ولكن الذين لا يفقهون ينظرون بهذه النظرة نظرة العيب ونظرة النقد لكلام الله سبحانه وتعالى إذن هناك وجهان لرد على هؤلاء نقول لا يريد تعارض بين الآيات فالآية الثانية فاتقوا الله ما استطعتم لا تتعارض مع الآية الأولى بل هي ناسخة للآية الأولى لأن القرآن نذل للتيسير على خلق الله سبحانه وتعالى ولوجه الثاني نقول أن الآية الثانية فاتقوا الله ما استطعتم هي شارحة ومبينة ومفصلة للآية الأولى التي فيها الأمر بالتقوى عام القرآن الكريم لا يوجد فيه تضارب بين الآيات القرآن الكريم كتاب لا ينطق عن الهوى القرآن الكريم هو وحي الله سبحانه وتعالى وتقوى الله سبحانه وتعالى أمر عظيم جدا فعندما يمرنا الله سبحانه وتعالى بالتقوى يجب علينا أن نقف ونؤدي حدود الله وأن نؤدي فروض الله وأن نعظم القرآن ويجب علينا أن لا ننساق بأسماعنا للذين يطعنون في القرآن الكريم وهم لا يعلمون شيئا هم ليسوا متخصصين هم لا يعظمون القرآن هم لا يريدون إلا الطعن في القرآن وإلا إسقاط القرآن من وجدان المسلمين أجمعين استمعوا لأهل العلم الذاكرين الله كثيرا والذاكرات استمعوا لأهل الذكر الذين أخبرنا الله عز وجل عنهم في القرآن الكريم لا تعارض بين آيات القرآن بل القرآن كله هداية ونور ورحمة أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لولكم فاستغفروه وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين